عاد رائد الفضاء الإماراتي سطن يالي إلى الأرض بعد رحلة ناجحة امتدت ستة أشهر إلى محطة الفضاء الدولية مختتماً بذلك أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب وخلال الرحلة حققت الإمارات 12 فراداً تضاف إلى إنجازات عدة سبق أن حققتها في قطاع الفضاء تعزز بها ريادتها عربياً وعالمياً وتسهم بدور بارز في مسيرة التقدم العلمي للإنسانية وبناء مستقبل أفضل للعرب لحظة تاريخية وفصل جديد من طموح الإمارات الشقيقة تحقق إثر عودة رائد الفضاء سلطان يالي إلى الأرض بعد رحلة فضائية استمرت ستة أشهر وتكللت بنجاح سلطان الفضاء صنع إنجازاً إماراتياً تاريخياً وألهم الشباب العربي كافة بالقدرة على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية عملية هبوط مركبة دراجون التي تقل النياد وزملاء على الأرض شكلت لحظة مهمة وحدثاً بارزاً للإمارات وخطوة مميزة في مسيرة نحو ريادة في مجال الفضاء حيث حقق خلالها النياد العديد من الإنجازات منها كونه أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء والمشاركة في أكثر من 200 تجربة علمية حول الصحة والطب والفيزيو والفلك بالإضافة إلى القيام بالعديد من المهام الروتينية على متن محطة الفضاء الدولية بطموح زايد انتقل العالم العربي للفضاء وبعودة سلطان النيادي بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب توجت الإمارات مرحلة مهمة في مسيرة شعب لا يعرف المستحيل ترجمة نانسي قنقر